السلام عليكم ومرحبا بكم معي مجديد فيديو جديد سببنا اشاء الله هذا الفيديو يقعكم ومثما كما العذاب خير و لا خير وفي احسن احوال ان شاء الله سنقول لكم في الفيديو جمعة مباركة ان شاء الله باش تمنيتون اليوم ستشارك بكم في الفيديو الطعام مكا والكسكس بالتفايان سببنا ان شاء الله هنا الاجاب ديالكم وفي المقادير ديال هاد الطعام والكسكس وغاد نحتاجو فيه للحم طبيعة الحال كسقين الكيمياء لحسب عدد الافراد وحسب الرغبة ديالكل واحد المعدنوس و الحمص و الزبيب وبنسبة التوابل اول حاجة نأخذ بعدها اهنا يوحد تنجرة ندرو فيها الكبس لمحكوكا هاد ندفو لها القطع ديال الحم وغاد ندفو اول حاجة للملحة وغاد نزيد واحد نص ملقة صغيرة هكا ديال سكين جبير اه لبزار تونس ملقة صغيرة الخرقوم ملقة صغيرة مهم توابل كيبقى على حسب شحركم دين في كيمياء ديال اللحم اه قصبر حبوب وشوية ديال دوك توابل اللي كنا حضرناهم عشان ملسيمة اه قرف عواد سوف ندفو حد اه اربع كاس ما كاملش ديال الماء ايه باشا كي تطلق في داك اللحم وستخد ديك التوابل العطرية في اللحم انا كنبقى نشحره في ديك شوية ديال الماء كنضيفوش الزيت في اللوحة كي تشرب داك اللحم للتوابل انا بعد ما تشرب نزيان ديك التوابل والعطرية اللي درنا فيه ضفنا عليه ثلاثة الماء كبيرة ديال زيت الزيتون ومعرقة كبيرة ديال زيت المائدة درنا الحمص وضفنا الماء الدنس اللي درنا هكا على ربيطة سافي وغادي ننضيفوه الماء القدر اللي غادي يكفانه هكا باش ننطيبو هاد اللحم وباش يبقى نهكا حتى الماراق باش ننسقو بهاكا بتاعا سافي هنا بلنا الكوكوت وغادي ندوزو بش نحطروا التفاية سوف نحطروا البصلة بصلة هنا يعني قدتوا مش حركوا بغاين ديال تفاية انا ما كترتش هنا بسف بصلة قطعنا هكا شرائح وضفت لها شو ديال بسف شو ديال خرقم وعود ديال القرفة وشو ديال ملحة سافي هنا ستيت لها بلحطة شقتر ديال ماء حتى تلزت واحد خمستاش ندقيقة عاد باش حليت لها كوكوت قطعتها هنا طايبة صغير تسل سافيزت لها سبيب وخليتها هكا كتسل مزيان مزيان قطعتها بوني هنا اضطنا باش نفور الطعام انا بنسبة الطعام نخلطوا هكا الطعام ديال السميدة وحتى ديال القمح الكامس لحكي يجيها كبنين وما كيدرج سافي هنا اضطوك الشيدي السيت نحاولها كذلك طعام ركسكسو لبسوه مزيان بالسيت وهنا هنا انا انا نغسلوه ضروري انا نغسله ونشافوه ذلك مزيان باحت سفايان هنا نضيف الملح في تفاية اللولة باش هكا كاتب من اللو والبنين سوف نحلها جيدا لكي يدخل في هذه الملحة وكما تشوف معي يتعجل لا تكور كي يبقى عادي وهكي يبقى من الأحسن لأننا نغسلوه سوف يبقى هنا ثلاثة ديال التفويرات وفي كل تفويري يعني هكي نحلو بشي ديال الماء سوف يبقى اختيار اللي ما بغاش يديرو ما يديروش كما تشوف معي يجي الحب على أختها ويجي ممع الجلمة مكور كما تشوفه معي كي يجي صراحة رائع بسعب خاصة سعيني هكا باشك تخلطوا للطعم ديال القمح مع ديال السميدة كي يجي ندو هكا واحد الماء دق مختلف سوف ينادي ندوز باشنا ندير معكم هكا طبق التقديم سوف يجي نروك كيمة العادة كسكسو هكا نصاوب هكا واللول وغادي نوريكم هكا المريقة كيف جات 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 بارك الله خاطرة كما تشوف معي الحيمة طابط الحمص طاب وغادي نشوف معي الماراق كيف يجي خالط ما كي يجي كمية هدو الماراق سوف نسقيه هكا الكسكسوه والطعم كل واحد كيف يقولوا نسقيه هكا مهم كل واحد كيف يبغي هكا يكون مسقين بزيان كيف يبغي شوية مهم على ايين غادي نرافقوها بالماراق كل واحد كيف يسقيه هكا الجهة اللي بغا سوف ينادي الحمص في الوسط ودرت تفاية هكا فجنان سوف يتفاية كيف يجي مسلا كي يجي هكا اللون ديال هبوني سوف هنا يفدك الماراق كنت ما شاركت معكم المقطع اللي ضفت فيه خيزو كنت درت هكا خيزو فحت نجرة طابط سوف يتفاية زينت بها هكا وضرت الحمص بجناب سوف نزينها بشي ديال اللوز اللي كي يبقى كإضافة هكا اللوز ذاك اللي كي يكون محمر سالحا كي يجي هكا موازي المدق ديال اللوز مع المدق ديال تفاية ونصف هنا كي ما بلكم حضر شيشة خفيفة هكا ديال اللوز محمر وهذا هو الطبق ديالنا هذا هو الكسكسو كي يجي بحلقة دويش كنية دياله كنرفقه كيمة العذاب مع البن وهكا المراق ديال مش هكا اللي كي بغي يزيد هكا المراقه هكا ديال الكسكسو بتامو كي يزيدها وهذا هو الطبق ديالنا كيمة بلكم تمنى شاء الله يكون لإعجاب ديالكم وما تنسونيش كيمة العذاب تشجاعتكم وتعليقاتكم لأكيد أكيد كتحفزني وأنا نقولكم إلى اللقاء وجمعة مباركة مhmm مهم مهم اشتركوا في القناة